بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وقدعتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي وأصدقائي طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي التعليم المستمر حياكم الله في درس من دروس مادة لغتي من هذا الفصل الدراسي الثالث كما يظهر على الشاشة أمامكم درسنا لهذا اليوم هو استكمال لهذا النص الكرائي الذي بدأناه منذ أربع دروس مضت الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الصدق هذا هو الدرس الخامس والأخير والجزء الخامس منه نفتح سريعا على الصفحة المطلوبة بارك الله فيكم صفحة 327 ونحضر القلم بالتأكيد لنجيب على هذه التدريبات إذن هنا يا حبتي لدينا التدريب عنوانه الأساسي أو الرئيسي أحول لدينا هنا يا حبتي جمل ويطلب مننا أن نكتب هذه الجمل ما يتحويل بعض الأشياء فيها المطلوب التحديدا هو أعيد كتابة الجمل بطريقة صحيحة باستخدام و ف ثم لاحظوا يا حبتي هذه الجمل يطلب مننا أن نعيد كتابتها بطريقة صحيحة أي أن هذه الجمل يا حبتي فيها شيء خاطئ دعونا نقرأ الجمل لنتعرف تتكون النخلة من الجذع السعف الثمار إذن يا حبتي هنا يقول أعيد كتابتها بطريقة صحيحة باستخدام و أو ف أو ثم هيا يا حبتي هنا نريد أن نستخدم الوا وهنا نريد أن نستخدم الف وهنا نريد أن نستخدم ثم هيا يا حبتي نقرأ الجملة الثانية يركع الإمام المأموم هناك شيء خاطئ هيا يا حبتي نستخدم الف في هذه الجملة وهنا العمل المنظم يبدأ بالتخطيط التنفيذ هنا يا حبتي نستخدم ثم في هذه الجملة هيا يا حبتي ماذا نقول يا حبتي في الجملة الأولى نقول تتكون الجملة تتكون النخلة من الجذع والسعف والثمار هيا يا حبتي نكتب الجملة كاملة في الأسفل تتكون النخلة من الجذع والسعف والثمار ثانيا يركع الإمام المأموم نقول يركع الإمام فالمأموم 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 هنا يا حبتي الفاء هنا تفيد أن هناك بعده ولكن بعده مباشرة إذا ركع الإمام ركع المأموم إذا قال الإمام الله أكبر مباشرة لا يتأخر المأموم عنه ويقول الله أكبر لا يكون معه ولا يكون بعده بمدة فالفاء هنا تفيد التعقيب أي أنه عقبة والمباشرة عدم التأخر يركع الإمام فالمأموم الفاء تكون متصلة بحرف الألف في كلمة المأموم يركع الإمام فالمأموم لاحظوا هنا يا حبتي الجملة الأولى عندما قلنا تتكون النخلة من الجزع والسعف والثمار الواء هنا يا حبتي لا تفيد ترتيبا معين ليس شرطا أن تفيد ترتيب عندما أقول لك يتكون لبسي لهذا اليوم من الشماغ والعقال والثوب شماغ عقال ثوب صحيح استخدمت هواء لاحظتم الواء هنا لا تفيد الترتيب ولكن تفيد أن هذا الشيء أتى مع هذا الشيء وأتى مع هذا الشيء ولكن الفاء هنا تفيد الترتيب وكذلك ثم تفيد أيضا الترتيب ولكن هناك ربما فترة زمنية بين الحدث الأول الذي قبل ثم والحدث الثاني وهو يا حبتي ما يظهر في الجملة الثالثة دعونا نقرأه سويا العمل المنظم يبدأ بالتخطيط ثم التنفيذ التخطيط يا حبتي يحتاج إلى وقت ثم التنفيذ كذلك ليس شرطا أن يكون بعد التخطيط مباشر بل أن يكون بعدها بوقت طويل فهنا يا حبتي نستخدم ثم تفيد الترتيب الترتيب بالتأكيد ولكن تراخي يسمى التراخي أي أن هناك وقت بين الحدث الأول والحدث الذي أتى بعد ثم إذن نكتب هذه الجملة يا حبتي بارك الله فيكم العمل المنظم يبدأ بالتخطيط ثم التنفيذ بارك الله فيكم يا حبتي هيا يا حبتي ننتقل إلى الصفحة التالية ومع تدريب آخر تدريب عنوانه هنا أستبدل الكلمة الملونة بما بين القوسين وردينا هنا بين القوسين كلمتين الأولى أبوك والثانية أخوك هيا بنا عطانا هنا مثال محلول أبو محمد وهي كلمة ملونة أبو محمد يهاتف والدة ثم هنا استخدمنا الكلمة المناسبة بين القوسين فقلنا بدلا من أبو أحمد يهاتف والدة هنا أبو أحمد يهاتف والدة ماذا أقول أقول أبوك يهاتف والدة أبوك يهاتف والدة اثنان وصف أبو أحمد العالم بالقرية الصغيرة هيا يا حبتي الآن نضع في الفراغ الكلمة المناسبة ما هي يا تراء أحسنتم وصف أبوك العالم بالقرية الصغيرة حسنا رقم ثلاثة ما رأيكم ماذا نضع في الفراغ أحسنتم بارك الله فيكم نقول أخوك يستخدم شبكة المعلومات لماذا قلنا هنا أخوك لأن المثال الذي في الأول يقول أخو أحمد يستخدم شبكة المعلومات حسنا أربعة ماذا نضع هنا في الفراغ أقفل أخو أحمد جهاز الحاسوب أحسنتم أقول أقفل أخوك جهاز الحاسوب خمسة نفذوه يا حبتي ماذا تقولون أحسنتم نقول أبوك بار بوالده لأن الجملة الأساسية هي أبو أحمد بار بوالده إذن أحبتي في هذا التدريب بارك الله فيكم ماذا تعرفنا على أبوك أخوك أبو أخو لاحظوا هنا بدلا أن نقول أبو أحمد أو أبو أحمد نعرف أنه أبو أحمد فأنا أحدثك مباشرة فلا حاجة أن أقول أبو أحمد وأنت أحمد الذي أمامي فأقول أبوك وإذا كنت أنت أحمد وأنا أحكي عن أخي أحمد فماذا أقول أقول أخوك لأنني أحدثك وأنت أمامي مباشرة هنا يحبتين استخدم الكاف للمخاطب والآن يا أحبتي ننتقل إلى المكون الأخير في هذا الدرس بعنوان التعبير إذن كما يظهر أمامكم في صفحة 329 هذا المكون عنوانه التعبير ومطلوب تحديدا هو ما الهدف من ذكر صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية ما الهدف من ذكر صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تتعلق بالأخلاق إجابتك أريدك أن تضعها في هذا الفرع أعطني جملة ولو من كلمتين أو ثلاث كلمات أريدك أن تكتبها تعبر عنها تكون مرتبة وأن تصيغها وأن تضعها في هذا الفرع صوتك دقيقة واحدة ثم بعد ذلك سأعرض لك الجملة التي اخترتها أنا وسأعرضها أمامك هيا بنا ترجمة نانسي قنقر حبتي بارك الله فيكم هيا بنا تعرفوا على إجابتي التي اخترتها فقلت هنا للاقتداء به صلى الله عليه وسلم في حياتنا ومعاملاتنا إذن الهدف من ذكر صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية للاقتداء به في حياتنا وكذلك في معاملاتنا وعلاقاتنا مع الآخرين بارك الله فيكم يا حبتي شكرا لكم كان وقتا رائعا جميلا قضيته معكم خلال هذا الفصل الدراسي الثالث شكرا لتفعلكم التقيكم بمشيئة الله في الدروس القادمة السلام عليكم